بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب ومرحبا بكم في فيديو جديد سأشرح به مبدأ نظرية بلانك طبعا أعزائي الطلاب هنا سنشرح جزئيتين في هذا الفيديو الجزئية الأولى وهي مبدأ نظرية بلانك والجزئية الثانية وهي مبدأ أرشتاين في البداية أنا صفت مصطفى طير وأقدم محتوية تعليم على اليوتيوب فإن كنت جديد يرجى أن تشترك في القناة ونسعد بالانضمام إلينا سنبدأ على بركة الله مبدأ بلانك ينص على أن طاقة الإشعاء الكهرومغناطيسي المنبعثة أو الممتصة في كلتا الحاليتين سواء كانت هذه صادرة أو واردة منبعثة أو منتصة ومن المادة تكون بكميات محددة من الطاقة وتسمى كمات طبعا هنا لا ينص القانون طا تساوي نون ضربها فتاء حيث أن طا هي الطاقة الإشعاع وطبعا طاقة الإشعاع تكون بالجول ونون هي عدد صحيح بمعنى واحد اثنان ثلاثة وها ثابت بلانك وهذا الثابت هو عبارة عن ستة فاصة ستمائة وستة وعشرون ضرب عشر أو السالب أربعة وثلاثون جول في الثانية والتاهي التردد طبعا تردد يقاس بوحدة الهيرس تكون ثانية هيرس أو ثانية مرفوع للأستالب واحد لماذا لأنها مقلوب الزمن الدولة طبعا كما التعني كمية محددة طبعا المسائل الحسابية لا تأتي عليه بكثرة فقط نص القانون رياضيا أو جزئية التعريف لا أكثر ولا أقل في البداية سنستكمل هنا شرح في جزئية أخرى وهي مبدأ أنشتاين مبدأ أنشتاين أنشتاين تحدث أن نضوء طبيعة مزدوجة ما هي الطبيعة المزدوجة عزيز الطالب هي أن تكون إما على هيئة موجية أو على هيئة جسمية بمعنى أنه يتصرف كموجة وجسيم لك في نفس الوقت فله خاصية أو خصائص الموجة وله خصائص الجسيمات طبعا النص هنا عزيز الطالب يتحدث لك أن نضوء يتكون من جسيمات هذه جسيمات سماها أنشتاين الفوتونات وهي عبارة عن كمات محددة من الطاقة ولكن هنا حسب صيغة رياضية وهي عبارة عن طاقة 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 الفوتون هنا وهي عبارة طبعا طقاس بالجول ها ضرب تلك طبعا ها هو ثابت بلانك الذي تحدثنا عنه قبل قليل في المعادلة السابقة وتتردد بالهس أو بالثانية والسالب واحد طبعا هذه وحدة أو الوحدة الأخرى طبعا هنا لو لاحظت عزيز الطالب أن الطاقة لو أردنا أن نحسب أو نتعرف على النسب فطا هنا تساويها في تا وهنا سنجد أن الطاقة تناسب طردي مع ثابت بلانك وهي طبعا وطردي أيضا مع التردد وبما أن التردد هو عكسي مع طول الموجي فبالتالي الطاقة أيضا عكسي مع طول الموجي إذن هنا عزيز الطالب أنظر نلاحظ أن الطاقة تتناسب طرديا مع التردد طبعا من الألاقة الموجودة أمامك وبالتالي هي تكون عكسية مع طول الموجي لماذا؟ لأن التردد هو أيضا العلاقة له تكون عكسية مع طول الموجي وهنا يمكن إشتقاق هذه العلاقة بين الطاقة والطول الموجي كما تحدثنا سابقا أن سرعة الضوء تتكون سرعة الضوء تساوي أو سرعة الشعاع بشكل عام تساوي لام ضرب تا طبعا لام هو عبارة عن القول الموجي وتا عبارة عن التردد إذن هنا لو أردنا أن نعمل العلاقة بين التردد هو عبارة سين على ضرب تقسيم لام طبعا هنا لو أردنا أن نعود في قانون أنشتاين طبعا نحن نعرف أن قانون أنشتاين كما تحدثنا تا تساوي هذا ضرب تا أريد أن أستبدل تا أو التردد وأعوض عنها بسين على الطول الموجي بالسرعة على الطول الموجي فتصبح طاقة الفوتون هي عبارة عن ثابت بلانك ضرب سرعة الضوء أو طرعة الأشعاع على الطول الموجي ومن هنا نجد أن العلاقة ستكون أكسية بين الطول الموجي والطاقة الفوتون وهذا يساعد عندي في حل كثير من المسائل بدل أن نقوم بحلها في خطوطين نستطيع أن نحلها في خطوة واحد طبعا في البداية عزيز الطالب اذكر نسقى من أنشتاين مع كتابة معدلته ذكرناه سابقا نعرف الفوتون طبعا وجسين نتكون منه الضوء طبعا هنا سؤال آخر شعاع ضوئي طاقته 1.64 ضرب 10 والسالب 18 جول احسب كلا من التردد والطول الموجي طبعا هنا اشترت لك بوحدة المتر لهذا الشعاع طبعا الطول الطاقة تساوي هذا البداية طبعا ها هو ثابت بلانك وهو دائما تعطى في الاختبار يعني جميع الثابت ليس شرطا أن تحفظها فهي تعطى في جميع الاختبارات تكون في آخر الورقة أو في أول الورقة طبعا ورقة الأسئلة بينما الطاقة وهي معقدة داي 1.64 ضرب 10 والسالب 18 عملية قسمة فسنقسم على ثابت بلانك الضرفين ومن هنا يأتي التردد يساوي 2.475 ضرب 10 والسالب 15 طبعا الثاني والسالب واحد او هيرتز اذا هنا استطعت ان اأتي بالتردد هو الآن يريد منك ان تأتي بالطول الموجي طبعا عن طريق قانون سرعة الضوء سين تساوي لام وهو طول الموجي ضرب 3 طبعا سرعة الضوء معروفة لدي وهي 3 ضرب 10 والسالب 8 يساوي لام ضرب التردد وقمنا بإيجاده في الخطوة الأولى من ثم سنقسم الطرفين على مقدار التردد وبالتالي سيظهر عندي أن 1.2 ضرب 10 والسالب 7 متر ومن هنا سيكون هذا هو حل السؤال سؤال آخر عزيز الطالب احسب طاقة الفتون الذي يمتلك موجة طوله هنا الآن معطيك الطول الموجي ويريد منك الطاقة وطول الموجي 1.28 مئة من مئة ضرب 10 والسالب 6 متر طبعا هنا إما أن تأتي بالعلاقة الأولى بمعنى هناك طريقتين إما الطريقة المختصرة التي تحدثنا عنها أو أن تقوم بتأتي بالطرد من علاقة سرعة الضوء ومن ثم تقوم بالتعويض هنا في علاقة مبنى أنشتاين أو أن تقوم بالعلاقة المباشرة القانون هي طاقة الفتون تساويها ثابت بلانك ضرب 10 سرعة الضوء على لامة طول الموجي بشكل مباشر وهنا سنفضل هذه الطريقة سنقوم بالتعويض عن ثابت بلانك سرعة الضوء تقسيم ما يسمى ويفضل دائما أن تضع أقواس في الآلات حتى يكون هذا الرقم دائما صحيح لديك فتاة تساوي 1.55 ضرب 10 من 100 ضرب 10 سرعة 19 جول طبعا هنا لا يوجد أي قيود في استخدام هذه الطريقتين في الامتحانات أي طريقة من الطريقتين تكون صحيحة هنا عزيز الطالب لك تمرين وهذا التمرين هنا هذا الجواب لتتأكد من حلك يرجى أن تقوم بحل هذه السؤال ولتتأكدوا من هذا الجواب هنا أنا كاتب لكم الجواب يرجى أن تدعمون بزي اللايك وأن تنشروا هذه القناة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته